الجهاز الدوري للجلاكي يقع القلب خلف الأمبة التنفسية مباشرة حيث يوجد داخل محفظة غضروفية وينحن القلب على نفسه ليكون حرف S كما يحاط القلب بغشاء التامور أما عن تكوين القلب فتكون من ثلاث حجرات هي جيب وريدي وأذين وهما رقيق الجدران وبطين وهو سميك الجدار الجهاز الشرياني يبدأ من البطين ومنه إلى الأبهر البطني والذي ينتفخ عند بدايته ليكون بصيلة شريانية ويمتد الأبهر البطني أسفل الأمبوبة التنفسية ويعطي ثمانية أزواج من الأوعية الخيشومية الواردة أسفل الأمبوبة التنفسية ويحيطون بالجوب الخيشومية السبعة وبعد مرور الدم في هذه الأوعية وأصبح الدم مؤكسجاً يتم خروجه عن طريق ثمانية أزواج من الأوعية الخيشومية الصادرة إلى الأبهر الظهري ويمتد أسفل الحبل الظهري ليغذي أعضاء الجسم المختلفة وينتهي بالشريان الذيلي الجهاز الوريدي يتجمع الدم غير المؤكسج من المنطقة الأمامية للجسم عن طريق وريدين رئيسيين أماميين أيمن وأيسر ووريد ودجي سفلي مفرد ويتجمع الدم من منطقة الذيل عن طريق وريد ذيلي ينقسم ليعطي وريدين رئيسيين خلفيان أيمن وأيسر تتجمع الأوريدة الرئيسية الأربعة مع الوريد الوادجي السفلي مكونة قناة كيوفيه يمنى والتي تفتح في الجيب الوريدي للقلب ولكن لا توجد قناة كيوفيه يسرى في الطور البالغ كما لا توجد دورة كلوية بابية نظرا لعدم وجود كلاه